بقول لي ميستر بلينكن من فضلك اسمع بقول لي السفير الامريكي من فضلك اسمع بقول لي كل واحد مسؤول من فضلك اسمعوا لو مكنتوش عارفين وبالتأكيد انتو عارفين بس بفكركم وبقول للمجتمع الامريكي والشعب الامريكي الادارة الامريكية بصدد ازالة اسم الجماعة الاسلامية من التنظيمات الارهابية واذكركم عملت ايه الجماعة الاسلامية واحد في 6 اكتوبر 1981 قامت باغتيال الرئيس محمد أنور السادات على رؤوس الإشهاد وعلى الهواء مباشرة وأعلنت مسئوليتها بالاشتراك مع جماعة الجهاد عن اغتيال الرئيس السادات 8 أكتوبر 1981 أيضا أحداث أسيوت والهجوم على مدرية أمن أسيوت وقتل واغتيال 181 شخص بريء منهم مجموعة ضباط ميد جندي والباقي مدنيين وأعلنت الجماعة الإسلامية مسئوليتها عن هذا الهجوم في 12 أكتوبر 1990 قامت الجماعة الإسلامية باستهداف واغتيال الدكتور رفعة المحجوب رئيس مجلس الشعب المصري في حينها وأعلنت مسئوليتها عن هذا الاغتيال في 8 يونيو 1992 قامت الجماعة الإسلامية باستهداف الدكتور فرق فودة ونجحت في اغتياله وأعلنت أيضا مسئوليتها عن هذا الاغتيال في عام 1993 كان هناك محاولة لاغتيال رئيس الوزراء المصري الدكتور عاطف صدقي وأعلنت الجماعة الإسلامية مسئوليتها عن هذه المحاولة 17 نوفمبر 1997 أسوأ جريمة ضد السائحين في العالم حادثة الأقصر بر الغربي اللي راح ضحيتها 58 ضحية 58 شهيد في 45 دقيقة في ساعة اللربع قامت الجماعة الإسلامية بتصفية 58 ضحية وأعلنت مسئوليتها عن هذا الحادث وهي بتطرب لهذه الأخبار بالإضافة إلى عشر عمليات نوعية أخرى راح ضحيتها سياح أمريكان وألمان ومصريين وفرنسيين وسويسريين ويابنيين وأعلنت الجماعة الإسلامية أيضاً مسئوليتها عن هذه الحادث طبعاً الزاكرة المصرية ممتلئة عن آخرها بهذه القصص الدامية وهذه القصص السوداوية وهذه الموسيقات الجنائزية إحنا وصلنا إلى مرحلة الثمالة من هذه الإجراءات وهذه التصريحات وهذه الإعلانات التي قامت بها تلك الجماعات في هذه الفترة بقول النهاردة لما تيجي الجماعة تيجي الولايات المتحدة تقول بشيل وبحزف وبزيل اسم الجماعة الإسلامية من المنظمات الإرهابية بقول لهم اسطب أنتم مخطئون أنتم مخطئون تمارسون خطيئة سياسية وتمارسون خطيئة أمنية وعلى رؤوس الأشهاد وستدفعون الثمن غالياً لأنه من يربي الثعابين والحيات والعقارب بالتأكيد سيلدغ منها دي الحوادث دي حدثة الدكتور رفعة المحجوب عليه رحمة الله كان أحد أساطين القانون دي الدكتور عاطف صدقي رئيس الوزراء الله يرحمه الرئيس سلاة الله يرحمه حوادث مدريت أمن أسيوت الله يرحم الجميع كم من الحوادث الدامية بماء قتل تدمير تخريب انفجارات تاريخ أسود للجماعة الإسلامية مصر عاشته والعالم كله كان شاهد النهاردة لما تيجي الإدارة الأمريكية الحالية الديمقراطية وتقول أشيل المنظمة من المنظمة الرهابية هنا خطيئة كبرى هنا خطأ كبير هنا ابتزاز واستفزاز غير مسبوق